بسم الله الرحمن الرحيم وعن عقبى بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة رواه الترمذي والنسائي وفي رواية عند أبي داود وهو عند أحمد أمرني أن أقرأ بالمعوذات وهنا في الحاشية قال النووي ينبغي أن يقرأ قلوه الله أحد والمعوذتين وكذا بواب العلام الألباني في السلسلة الصحيحة وهذا كله مبني على هذه اللفظة ويحتاج إلى مزيد نظر هل يقال لسورة الإخلاص بأنها من المعوذات وهنا نضيف فائدة أول كلام النووي في كتاب الأذكار الأول 142 ثانيا أن رواية النسائي هي بنفس لفظ أبي داود لا بلفظ الترمذي لا بلفظ الترمذي بلفظ المعوذات ليس بلفظ المعوذتين فيصور ينبه ومعنى ذلك أنه لم يرويه بلفظ المعوذتين إلا الترمذي أما أبو داود والنسائي وأحمد فرواه بلفظ المعوذات والمعوذات جمع فهل يقال لسورة الإخلاص مع المعوذتين معوذات هذا اختيار النووي وتبويب الشيخ الألباني في السلسلة وأفاد أيضا أفاده شيخنا يحيى حفظه الله في رسالته في الأذكار ذكر الحديث ثم قال ويقال المعوذات للثلاث السور يقال المعوذات للثلاث السور فممكن أن تضيف هذه الفائدة قال وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات رواه الترمذي وحسنه الألباني في تعليقه على الكلم وهو في صحيح الترغيب برقم 1648 وهذا الحديث قد كنا أضفناه في أي موضع أضفناه كنا أضفناه في شرحنا الآن في أي موضع أضفنا هذا الحديث من يذكر نعم في الدعاء في الليل في العبادة في الليل ومدام أنه ذكر في هذا الموضع لا داعي لذكريه هناك وأيضا في الكلم الطيب ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في ما يقوله المصلي بعد الصلاة وبناء على وضعه في ذلك الباب قال بعض الشراح كالعين في العالم الهيب يعني جعل من مواطن إجابة الدعاء بعد الصلوات وهذا الكلام فيه نظر وقد نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله وأن قوله هنا دبر ليس المراد به بعد وإنما المراد به آخر الصلاة وعند هذا الحديث نبه نبه ابن القيم رحمه الله على الفائدة ذكرناها بالأمس وهي أن الداعي في الصلاة يدعو ويكثر من الدعاء وإذا خرج من الصلاة يأتي بالأذكار يأتي بالأذكار قال كالذي يدخل على الملك فيقول له اطلب حاجتك فيخرج من عنده ثم يناديه من الخارج ويعرض عليه حاجته وهذا لا يناسب وتقدم معنا أيضا أن هنا قاعدة ذكرها الشيخ العثيمين نقلا عن شيخ الإسلام ابن القيم أن ما كان من أدعية فتكون قبل السلام وما كان من ذكر فيكون بعد السلام ذكرت هذا تنبيها على ما ذكرناه في قلم المنيب فقد ذكرنا عند هذا الحديث هناك أنه من مواطن إجابة الدعاء بعد الصلاة وهذا الصواب خلافه وأن هذا الحديث قبل السلام أن هذا قبل السلام وليس بعد السلام قال وعن معاد بن جبر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاد والله إني لأحبك والله إني لأحبك فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه أبو داود والنساء وهو في الصحيح المسرد لشيخنا رحمه الله وكذا صحاه العلام الألباني رحمه الله ولكن يصوب الإحالة على النساء فإن الصواب ألف وثلاثمائة وثلاثة وليس خمسة ألف ثلاثمائة وإنما يعني هنا بالصفحة لكن الصواب ألف ثلاثمائة وثلاثة برقم الحديث وهذا أيضا قبل السلام مع أن منهم من يقول بعد السلام ولكن كما سمعت أن ما كان من أدعية فالأولى أن تكون قبل السلام قالوا عن أبي أمام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت وفي رواية لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت قال رواه النسائي وهو في الصحيح المسند والسلسلة الصحيحة وفي عمر اليوم والليلة وهنا تنبيه وهو أولا الحديث في عمر اليوم والليلة للنسائي فالصواب في قول رواه النسائي تعمل سهم إلى قول في عمر اليوم والليلة وتحدث رقم 182 فهو في عمر اليوم والليلة للنسائي برقم 100 أولا ثم قراءة آية الكرسي بعد الصلاة قد يقول قائل كيف قلتم في الحديث الأول والذي بعد دبر كل صلاة قبل السلام وهذا فيه دبر كل صلاة بعد السلام تقدم أن دبر يطلق على آخر الصلاة ويطلق على ما بعد السلام فلأجل هذا اللبس ينظر في الحديث فإن كان دعاء فيجعل قبل السلام وإن كان ذكر فيجعل بعد السلام فقراءة آية الكرسي من الأذكار فلهذا تجعل بعد السلام بينما اللهم أعني على ذكرك وشكرك هذا دعاء فهذا لم يخرج عن القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عيمينه يقبل علينا بوجهه قال فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك رواه مسلم وهذا الحديث قد مر بنا أن الشيخ الألباني رحمه الله أعله وقال عبيد بن البراء وهم فيه والصحيح أنه من أذكار النوم قد تقدم لنا هذا الحديث أنه من أذكار النوم أنه يقول رب قني عذابك يوم تجمع أو تبعث عبادك فيما مضى وهنا جاء أنه يقوله بعد أن ينتهي من صلاته لكن هذه الرواية الشيخ الألباني يقول عبارة عن وهم والصواب أنه من أذكار النوم وذكرته في هذا الموضع لأن هذا ليس محل اتفاق هذا ليس محل اتفاق فإن كثير من أهل العلم يجعلونه من أذكار الصلاة ومن أذكار النوم قال وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبحين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا رواه النساء في عمل اليوم والليلة وصحاه الألباني في صحيح النساء ورواه ابن ماجة وأحمد أولا قوله صحاه الألباني في صحيح النساء هذه العبارة احدثها وهنا يعني نصيحة لمن كتب ونقل من بعض الكتب لا يعتمد اعتمادا كليا على إحالاتها أحيانا قد تكون بعض الكتب من الطبعات الفاخرة فتكتفي بالإحالة منها ويطلع أن الإحالة فيها خطأ فينبغي الرجوع إلى الأصل الرجوع إلى الأصل وبعض الأخطاء هذه إنما كانت بسبب الأخذ من كتاب المستخرج للأدعية والأذكار من كتب الشيخ الألباني للحلبي فهو جمع ويقول صحاه الألباني في كذا وبعضها إحالات فيها خطأ فالرجوع إلى الأصل هو المطلوب فالحديث ليس في سنن النسائي الحديث ليس في سنن النسائي وقوله صحاه النسائي هذا مذكور في المستخرج لكن الحديث في عمل اليوم والليلة في عمل اليوم والليلة برقم مئة واثنين طيب وهو عند بن ماجة وأحمد ولكن صحاه الألباني رحمه الله في تمام المنة مئتين وثلاثة وثلاثين وصحاه في الروض النظير برقم ألف ومئة وتسعة وتسعين صحاهه في الروض النظير هو لم يطبع نعم كتاب من الكتب التي لم تطبع بعد وهو عبارة عن تخريج وترتيب معجم الطبراني الصغير معجم الطبراني الصغير والشيخ الألباني يحيل إليه كثيرا يحيل إلى هذا الكتاب كثيرا معجم الطبراني الصغير موجود في المكتب مطبوع بتحقيق الألباني لكن هذا المطبوع إنما هو لبعض الكتاب يعني طبع الكتاب ونقل فيه من كتب الألباني جمع من هنا وهنا باختصار يقول صحاه في الصحيحة ضعفة وبالضعيفة وهكذا فليس هو كتاب الألباني الروض النظير فهو كتاب مهم إلا أن الشيخ الألباني لم يطبعه في حياته والآن كأنه لم يطبع بعد فهو متعلق بمعجم الطبراني الصغير تخريجا وترتيبا لأنه يعني الله أعلم كيف رتبه لأن الكتاب مرتب على مشائخ الطبراني وليس على الأبواب الفقهية فهو رتبه الله أعلم كيف ترتيبه وحققه وخرجه فإذا سمعتهم يقولون صحها في الروض النظير فهو في هذا الكتاب فهو في هذا الكتاب صحها وفي تمام المنة وقد ذكر المترجمون للشيخ الألباني أن الكتاب لم يطبع أنه من الكتب التي لم تطبع بعد قال فصل في الاستخارة والاستخارة مستحبة بالإجماع قال وعنجاب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها قال بعضهم كما ذكر صاحب العلم الهيب الأمور الدنيوية فخرجت الأمور الدينية وقال بعضهم كما ترى في الحاشية هذا عام مخصوص فلا استخارة في الواجبات يعني لو أراد الإنسان يخرج يصلي صلاة الفجر يعني ممكن يقوم يصلي ركعتين ويدعوه هل سيخرج للفجر أو ما يخرج لا لأنه واجب الواجب ما فيه استخارة ولا المحرمات ولا المكروهات ولا المستحبات وإنما في المباحات الاستخارة تكون في المباحات وكذا إذا تعارض مستحبان أيهما يبدأ به سيكون هنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل وثم هنا حصل الخلاف بين أهل العلم هل هذا الدعاء يكون بعد الصلاة أم أن هذا الدعاء في آخر الصلاة هل هو قبل السلام هل هو في السجود هل هو بعد السلام فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن هذا الدعاء يكون في التشهد قبل السلام إلا أنه يقول الأفضل لا أنه يلزم لكن الأفضل شيخ الإسلام يقول الأفضل أن يكون هذا الدعاء قبل السلام يصلي ركعتين فيدعو قبل أن يسلم بهذا الدعاء والشوكان يقول لا يضر إن تأخر عن الصلاة ما لم يطل الفصل وكلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ممكن تكتب المرجع مجموع الفتاوى الثالث والعشرين صفحة مئة وسبعة وسبعين قال ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغجوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه بإسمه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به رواه البخاري قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا من زيادات شيخ الإسلام في الكلمة الطيب ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وتثبت في أمره فقد قال الله تعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله وقال الحسن ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا لأرشد أمرهم رواه الطبراني وابن أبي حاتم بسند صحيح ممكن تزيد هذا بسند صحيح طبعا شيخ الإسلام كما ترى في الحاشية ذكر في الكلمة الطيب عن قتادة ذكر هذا الأثر عن قتادة ولم يذكره عن الحسن وأثر قتادة ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله ولكن أثر الحسن أصح منه ولهذا ذكرناه ولم نذكر أثر قتادة كما ترى ذلك في ضعيف الكلم الطيب طيب عندما هذا السؤال إنسان تردد في مثل هذه المباحات ثم استخار الله وانتهى من الصلاة واستخار فكيف يختار بعدها كيف يعرف أن هذا شيء اختاره الله له هذا أو هذا كيف ما هي نتيجة هذه الاستخارة نعم يرى نفسه اطمأنة إلى هذا الشيء وتيسر فهذا الذي اختاره الله هذا الذي اختاره الله ولا يظن المستخير أنه ينتهي من الصلاة ويرى نجم مكتوب فيه يفعل كذا أو أنه سيأتي في النوم من يقول له خلاص أنت استخرت اختار رقم واحد لا ليس هذا المقصود وإنما مطمأنت إليه نفسه وتيسر في الإقدام عليه فهذا الذي يسره الله سبحانه وتعالى وإذا بقي مترددا يقول أهل العلم لا بأس أن يكرر الاستخارة إذا بقي مترددا لكن لا يكون شكاكا صاحب وسوسة فيستخير عشر مرات عشرين مرة لا وإنما إذا بعد الاستخارة الأولى وجد أنه لا يزال مترددا لم يستطع الجزم بهذا أو بهذا فله أن يستخير ولو مرة أخرى نعم إله أنا سبحانك الله وبحمدك شهد الله لا إله إلا أن تستغفر وتبعي ترجمة نانسي قنقر